رغم الحماسة الظاهرة للحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في تبني صفقة القرن إلا أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طلب وقتا إضافيا لدراسة النواحي القانونية خشة استخدامها في المستقبل من قبل منظمة التحرير الفلسطينية في المحاكم الدولية لنقد الصفقة وإلحاقها بملف الجينيات الدولية يا سيدة لو كان هناك محكمة دولية أو أي محكمة محايدة بإمكانها أن تفحص قانونية هذا المقترح مقترح ترامب لكانت قررت بدون أدنى شك بأن هذا المقترح هو مقترح لاغي باطل غير قانوني هو بمثابة وثيقة إذعان وبمثابة وثيقة فرض هو ليس مقترح لاتفاق أصلا ولا يمكن تطبيقه بدون موافقة الطرف الفلسطيني وهو الطرف الأهم في هذه المعادلة المحامي محمد دحلى كان عضوا في الطاقم القانوني الذي حصل على استشارة قانونية من محكمة العدل الدولية في لهاي في عام 2004 والتي أجمع القضاء فيها على اعتبار الجدار الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية مناف للقانون الدولي ويرى خبراء القانون أن فقرات كثيرة في الصفقة من السهولة نقدها مثل نقل ربع مليون فلسطيني من الداخل عنوة للدولة الفلسطينية المنشودة والتي هي أصلا ترفض الصفقة بالمطلق هي عندما تستوفى الشروط الثلاثة التالية موافقة الدولة الأم في هذه الحالة إسرائيل وهنا هذا ما تريده موافقة الدولة المستوعبة لهؤلاء الناس فلسطين عندما أولا تكون دولة وثانيا أن توافق على ذلك وثالثا والأهم موافقة السكان يعني لا يمكن أن يتم مثل هذا المخطط بدون أن تستوفى هذه الشروط الثلاثة وعلى رأسها موافقة السكان لأن السكان لهم حقوق قضية أخرى تتمثل بقانونية ضم منطقة الغور وفرض السيادة الإسرائيلية ليس على الأرض ولكن حتى على السكان أيضا وكيفية التعامل معهم وهم يرفضون فكرة الضم بالأساس وسلخهم عن أي دولة فلسطينية مستقبلية إن أقيمت حتى لو أن هذه الصفقة مضت قدما فإن العديد من فغرات القانونية واضحة فيها ومن السهولة بمكان كما يقول الخبراء العمل على نقضها في المحاكم الدولية أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة